اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله العظيم ولزوم طاعته كما احذركم واحذر نفسي من عصيانه سبحانه ومخالفة امره لقوله سبحانه من قائل من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد ثم اما بعد ايها الاخوة المسلمون الاحباب هيئتها الاخوات المسلمات الفاضلات يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العظيم بعد ان اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل اذا يسل هل في ذلك قسم لذي حج ألم تر كيف فعل ربك بعاد ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لب المرصاد فأما الإنسان إذا مبتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربه أكرمه وأما إذا مبتلاه فقدر عليه رزقه ونعمه 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 في البلاد يقول ربه أهانا كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أتلاً لما وتحبون المال حباً جماً صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين اللهم اجعلنا من شهداء الحق القائمين بالقصد آمين اللهم آمين أخواني وأخواتي يحتج كل مسلم له قول في الإسلام بالنص الإلهي الجليل وبحديث المعصوم صلى الله تعالى عليه وآله وسلم تسليماً كثيراً وهذا لا نقول لا بأس به بل لا منص منه ولا محيد عنه ولكن الذي به البأس كل البأس أن ينظر إلى أفهام البشر وإدراكاتهم وآرائهم ووجهات أنظارهم في النصوص على أنها عديل للنصوص على أنها عديل للنصوص يوشق أن تكون هذه جريمة دينية قبل أن تكون جريمة معرفية يوشق أن تكون خطيئة دينية قبل أن تكون جريمة معرفية يحتاج كل من يتكلم أخواني وإخواتي في دين الله تبارك وتعالى أن يدرك حقيقة مبدئية كما أن له الحق في الكلام فينبغي أن يتسم بواجب الاستماع لكلام الآخرين في كلامه قاعدة كل ناقد منقود كل ناقد منقود إذا لم نسمح ولم نتعاط بهذه الروحية بهذه العقلية في أن نتكلم ويتكلم معنا في أن نتوجه بالنقد وبالنظر وفي أن توجه إلينا النقود والأنظار استحنى إلى سلطات معرفية وهذه مصيبة طبعاً السلطات المعرفية الآن كثيرة جداً في عالم المسلمين على اختلاف طوائفهم ونحلهم أيها الإخوة وما معنى أن يستحيل العالم أو الدارس أو الباحث أو القائل في دين الله أيها الإخوة سلطة معرفية السلطة ما هي في أبسط تعريفها وأظهرها السلطة هي الجهة التي تملي الجهة التي من حقها أن تملي ولا يملع عليها من حقها أن تفتفرض ولا يفرض عليها من حقها أن تقول ولا يقال لها الأب في أسرته الأب في العائلة سلطة على أولاده أيها الإخوة يملي عليهم لكنهم لا يملون عليه أولاده الصغار أعجز أيها الإخوة وأضعف من أن يملوا عليه فهو سلطة لذلك يقال السلطة الأبوية سلطة الأب هكذا لأنه سلطة يملي ولا يملع علي يقول ولا يقال له لكن في عالم العلم والمعرفة جريمة أن يتحول شخص ما وإن كان في جلالة الأئمة العظام الأربعة والصادق وغيرهم رضوان الله عنهم أجمعين إلى السلطة معرفية بحيث إذا قال فقوله الفصل أيها الإخوة حولنا إلى معصوم سلطة معصومة تقطع بقول واحد في كل مسألة وفي أي مسألة لا يجوز هذا يصيب البيئة الفكرية أيها الإخوة والثقافية بسرطان مخيف يجعلها تتآكل وتتمزق تتشظى بعد ذلك هذا من أخطر السرطانات التي تعرض للبيئة الثقافية والمعرفية يمكن أن نظل العالم والمتحدث والباحث والدارس مستشارا حتى كنات مرجعية نخاف منها يمكن أن يقاء الكتاب مرجعية السنة مرجعية لكن أقوال العلماء وراء العلماء مرجعيات صعب لأن كلمة مرجعية مشهوبة أيها الإخوة بروائح السلطة بنكهة السلطة مرجعية لا لا نقول هذا وإنما نقول مستشار مستشار أيها الإخوة يرجع إلى قوله كاستشارا ولنا أن نقول على قوله ومن وراء قوله أيها الإخوة ومن بعد قوله أصابنا أو أخطأنا أصاب أو أخطأ أصاب أو أخطأ هذه الروحية غير موجودة الآن في العالم الإسلامي بالعكس الموجود بشكل فاقع عكسها ولذلك تتداخل السلطات أيها الإخوة في الخطبة السابقة أشرنا إلى تداخل حتى صلاحيات الله والعياذ بالله مع صلاحيات هؤلاء إنهم ينتحلون صلاحيات الله تبارك وتعالى طبعا من باب أولى أن ينتحل من يتكلم صلاحيات المفتي وليس مفتيا هو مجرد إنسان يتكلم يظن أنه إذا خرج في التلفزيون أو الفضائية أو في اليوتيوب أنه أصبح مفتيا ليس عنده لياقات المفتي أنت لا تحسن تتكلم العربية أنت لا تحسن تعري بآية يا أخي انتبه رحم الله أمران عرف قدر نفسي كيف تفتي لا لا هو لا يخنع بأنه مفت لا 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 هو يتجاوز دور مفتي إلى دور القاضي يبقى فقط أن يأخذ بسيف الجلاد أيها الإخوة أما أنه قاضي فهو قاضي يقضي لذلك يقول هذا كافر وهذا مسلم هذا زنديق وهذا صالح هذا يقوله القاضي انتبهوا المفتي ليس من شأنه أن يتكلم يقول هذا كافر قصارة انتبهوا أنا أحكي لكم عن بدهيات للأسف الشديد تعلمناها في نعومة أظفارنا في الدروس الأولى التي أيها الإخوة تلقينها في أصول فقه تعلمنا هذا في آخر الأبواب من كل كتاب في أصول فقه أيها الإخوة هناك باب متسع ضافي الضيول عن الاجتهاد والتقليل وعن الإفتاء والقضاء والفرق بين المفتي هذه تلقاه كل طالب علم في المراحل الأولى لكن هؤلاء يزعون أنهم مرجعيات أيها الإخوة سلطات معرفية ويخبطون خبط عشوا لا يميزون بين هذا ولا هذا ولا ذاك ولا شيء شيء عجيب جدا لماذا؟ قصارة عمل المفتي أن يقول لك إذا كان مفتيا له الياقة أن يفتي وقوله ليس ملزما الإفتاء ليس ملزما أصلا حتى لو كان مفتي الجمهورية مفتي المملكة أفتي أفتي على كيف الشر أنت لا استقاضيا انتبهوا المفتي ليس ملزما إلا إن ألزم ولي الأمر الأمة بشيء ما هذا من صلاحيات ولي الأمر ورأي ولي الأمر يرفع الخلاف كما يقول علماء الأصول رأي الإمام يرفع الخلاف في مسائل الخلاف التي فيها منادح للنظر تجل فيها أنظاره وآراء المجتهدين من السادة الفقهاء والعلماء لا بأس لا بأس لكن فيما دون ذلك المفتي قصاراه أن يقول هذا القول على ما أعلم وأحق كفر هذا القول كفر أما أن الذي يقول به إن قال به أصلا لأنه بعد ذلك لابد أن نحرر هل قال به أو لم يقل به ليست وظيفة مفت على الفضائيات في الهواء ما هذا الخبط ما هذه الدعاوى ما هذه الفوضى أيها الإخوة وإنما القاضي يفعل هذا هل فهمتم القاضي هو الذي يفعل هذا قاضي يستدعي الشهود أيها الإخوة يتقصى البينات وبعد ذلك يعمل بما انتهى إليه اجتهاده في المسألة مسألة عينية مخصوصة فيقول بعد التقصي أيها الإخوة نعم والتحقق والتثبت ثابت عندنا أن فلانا كافر مرتد كفر بانتحاله كذك وقد أقمنا عليه الحجة فإما تاب ونزع وإلا إيه أقمنا فيه أمر الله تبارك وتعالى حكذا هذا عمل القاضي لكن هؤلاء ليسوا مفتين أصلا وليسوا قضاه ويفعلون هذا شيء عجيب حتى تعلموا مدى الخبط وارتفاع الضبط الذي تعاني منه الساحة الإسلامية الساحة الثقافية الإسلامية بطريقة أصيلية هذا هو الواقع على كل حال أنا ليس كلامي في الحقيقة في هذا الموضوع إنما هذه مقدمة فقط أردت أن أمهد بها لتقبل أيها الإخوة كل طرح جديد قد يبدو جديداً وكما أقول في القطة السابقة في موضوعات قديمة طرح بخصوص تفسير حديث إعادة تفسيرها أو تفسيره لا بأس علينا أن نكون مهيئين أن نستمع الجديد أن نتقبل الجديد وليس لنا أن ننظر إلى أقوال العلماء وكتب العلماء على أنها صورة أو سلطات معرفية لا يخرج عنها تتلقى بالبخوع والخشور وانتهى الأمر غير صحة لا يتطور شأن الأمة ولا فكرها ولا تتحرر أيها الإخوة شخصيتها بمثل هذه التعاطيات بمثل هذه المقاربات التخليدية البائدة الرثة الرثة من وراء هذا الكلام أحب أن أقول أيها الأخوة لي كلمة مأثورة من سنين أرددها وأقولها أقول دائما أولوية الأولويات الإنسان الإنسان وأولوية الإنسان الحرية الحرية هذه كلمة لها ما أراها كما يقال ودونها ما تحتها من أعماق بعض أحبابنا نقَّد على هذه الكلمة قال لا أولوية الإنسان الله لا أنا مصر أولوية الإنسان الحرية ليست الله تبارك وتعالى لا أولوية الإنسان الحرية لماذا؟ سأجيب أيها الأخوة لو قلنا أولوية الإنسان الله كما يصر بعض الظاهريين والنصوصيين والحروفيين أصحاب الأفق الصغير أيها الإخوة والمستوى القليل في عمقه في فهم النص وجوهر النص ومقاصد الشرع الكريم كما حدث عبر تاريخ المير والأديان لما شكل هذا أي ضمانة تقريبا بصعوبة سيشكل لكن لعله لا يشكل أي ضمانة لحريات البشر وأي حصانة أيها الإخوة ضد انتهاك حرية البشر بالعكس ظلت حريات البشر عبر الأدهار والعصور أيها الإخوة أو الأعصار تنتهك وتصادر باسم ماذا؟ باسم الله باسم المقدس دفاعا عن الدين عن العقيدة وعن جناب الله تبارك وتعالى وعن الأيديولوجيا تصادر حريات شعوب كاملة شعوب كاملة أيها الإخوة باسم الله لكن ما الذي يحدث في الحالة المعاكسة؟ في الحالة المعاكسة إذا جعلنا أولوية الإنسان الحرية في أول خطوة على مسيرة البحث والتنقيب أيها الإخوة والتعمق سنجد الله ثابتا لا إله إلا هو مباشرة لماذا؟ الله لا ينفع مستحيل إذا أثبت حرية الإنسان أن ينتفي الله طبعا اعتقادا ليس في الواقع الله في الواقع هو الحق المبين لا إله إلا هو فالاعتقاد فلسفيا ميتافيزيقيا يستحيل لماذا؟ سأوضحكم هذا وهذه نقطة عميقة جدا 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 أكيد بالحري مثل هذا أخ الفاضل لا يدركها ولم يسمحها من قبل لم يسمحها من قبل إذا قال لك لا لا أولوية الله لا نهد حرية تأتينا بالإلحاد تأتينا بالفساد تأتينا بكذا وكال لا من قال لك نحن نتحدث عن الحرية بالمطلق وفي رأس هذه الحرية الحرية الأنطولوجية الحرية الميتافيزيقية Freedom يعني ليبيرتي لا Freedom ليس حرية التحرّف الحرية بالمعنى الذي يطرح في الأدبيات الكلامية في الأدبيات العقistics في الغرب الأدبيات اللاهاتية الثلوجية بسم مخير أو مسير مخير أو مسير هذه الحرية الميتافيزيقية أو الحرية الأنتولوجية أيها الإخوة مباشرة لا معنى للحديث عنها وضروري أيها الإخوة أن نتحدث عنها لكن لا معنى أصلا للبحث فيها وإن الحديث عنها إذا افترضنا غياب الله تبارك وتعالى فيلسوف الألماني المتذين الوجودي كارل ياسبرز صاحب عظمة الفلسفة ماذا يقول؟ يقول لا معنى للحديث عن حرية الإنسان إذا لم نتحدث عن الله تبارك وتعالى لماذا؟ لأن السؤال يفور من تلقائه إذا أمن؟ أنت تقول أنا حر إذا أمن؟ إذا ما في إله قدر عليك أشياء وقضى عليك بأشياء وأنت مسؤول إزاءه إذا إذا أمن أنت حر أو غير حر تنتفي المسألة أساسا من أصلها ولا تقدو لا حرا ولا غير حر المسألة ليس لها معنى أصلا فهمتم؟ هذا هو إذا فالحرية الأنتولوجية الحرية المتفزيقية لا معنى لها مطلقا بغير افتراض ماذا؟ وجود الباري لا إله إلا هو إذا نحن لم نخسر الله هنا حين ننحاز الحرية ونجعلها أولوية الأولويات في الضربة الأولى في الخطوة الأولى نكسب ماذا؟ الله تبارك وتعالى هذا هو وبعد ذلك نكمل المشوار نكمل المشوار وهذه الحرية ضمانة أيها الإخوة ضمانة لإتاحة الفرص الواسعة وليس الضئيلة المنزورة البشر لكي يطوروا تجارب روحية حقيقية تجارب إيمانية حقيقية وليست أشكالا من التديون الزائف والكاذب الذي لا يتغيى أكثر من الامتثالية والتطابق مع المجتمع وهذا التديون عرفته كل الشعوب وكل الجماعات يوشك أن يكون بغير قيمة أصلا يوشك أن يكون في صور من صوره وسبب الكوارث والمصائب التي تحيق بالركب البشري أليس كذلك؟ نعم هو هذا لكن إذا جعلت الأولوية الحرية أبدا أن تجى ذلك نوعا من التجربة الإيمانية الخصيبة المتحررة العميقة المتجوهرة بالمعنى المتجوهرة بالمعنى في عمقه وليست المتدثرة بعباءة الطقوس والشعائر هذه التجربة الدينية في أفقر صورها في أفقر صورها مسألة مهمة أيها التقوى من وراء هذا الكلام أحب أن أقول أيضا وهذه الحرية بالمطلق طبعا ليست فقط المتفزقيعات الحرية الآن بالمطلق بما فيها إيش؟ حرية التحرر أو التحريات كلها بالمعنى الاجتماعي والاقتصادي والسياسي إلى آخر يعني الحرية السالبة حتى ألا وألا 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 هذه الحريات سالبة تدخل أيضا في الموضوع مهمة جدا تدخل وهذه أكثر ما يعنى بها الخطاب الليبرالي يعنى كثيرا بالخطاب أو الخطاب الليبرالي بالحريات السالبة هذا هو المعنى الأصيل لهذه الحريات ألا وألا رفع القيود أنا أتحدث عن حرية أو الحريات بالمطلق أيها الإخوة بالمطلق لأقول لكم ولأن الحرية وما زلنا مصرين تشكل أولوية أولويات الإنسان أولوية أولويات الإنسان فإن هذا الحرية مهددة في أحوال كثيرة تجعلها تتراجع وتدقل وتنظر فرصها في أن تزدهر وأن تورق فضلا عن أن تثمر أيها الإخوة من هذه الظروف ومن هذه العوائق الفقر المادي الفقر المادي قل الذات اليد محاربة الناس في أخواتهم وأرزاقهم كيف؟ نعم من يتحدث عن حق الشعوب وحق الأفراد في الحرية والتحرر عليه أن يضع نصب حينه وبدرجة أولى أيضاً حق الشعوب أن تتجاوز الضرورات وليه كلمة سأقولها اليوم حين يفرغ الإنسان من الضرورات وفقط حين يفرغ من الضرورات تبدأ كرامته تبيوه لا كرامة لمن يستغرق يومه نهاره وليله في تحصيله وإحراز الضرورة مستحيل هذا المسكين أشبه بحيوان يبحث عن علف في حيوان يبحث عن علف والعجب هذا الخطاب أيها الإخوة العام بما فيه الخطاب الديني السلطاني أنا سأنعته بالخطاب السلطاني الخوان ليس الخائم بل الخوان الذي ظل وأدمن على أن يخون الأمة في قضاياها وفي مصالحها وفي أرزاقها فضلاً عن خيانتها في حرياتها بالمطلق أيضاً مرة أخرى أو ثالثة أو رابعة هذا الخطاب السلطاني الخوان يفشل في أن يقرأ النص قراءة تقارب مراد الله من إنزال النص أصلاً تقترب من مراد الله من مقصود الله في إنزال هذا النص أصلاً يفشل ويعجز وهو أعجز من أن يلتفت أعجز من أن يتنبه لماذا؟ لأنه غير مهتم عبارة جديدة الآن الانتباه والالتفات أيها الإخوة هو ابن الإهتمام الابن الشرعي للإهتمام بطريقة أخرى الإهتمام هو المموّن الأكبر للانتباه هذا المعنى أيها الإخوة يمكن أن نختبره بسهولة ونحن نختبره يومياً دون أن نفطن إليه في الظهور المفاجئ للأفكار والآراء واللمحات وهي الأشياء أيضاً للأشياء أيضاً تتلو آية وفجأة ترى أن الآية التي تلوتها من قبل ألفها مرّة وأزياد شرعت تقول شيئاً لم تقوله من قبل له قطوا لأول مرة تفوه به وتتحجب أنت وتكون في حالة من الانتشاء والفرح المعرفي الحبور المعرفي كيف قالت الآية هذا؟ قد قرأت وأزياد من ألف مرّة لأول مرّة بدأت تدلي وتموّن بأراء جديدة بإيقاظات بتلميحات جديدة باستبصارات كما يقال تبصرات جديدة في الشارع تظهر سيارات من ماركة الميني أو الأوبل أو المرسيدس لأول مرة تظهر بشكل غير طبيعي أمامي وفي الحقيقة لا الآية قالت هذا أول مرة ولا الشارع غصّة وازدحمة تضبص هذه السيارات لأول مرة تقريباً لا جديد الجديد في عينيك وفي دماغك أنت تريد أن تشتري سيارة من ماركة ميني مثلاً؟ البي أم تريد أن تشتري هذه السيارة وفقط ساعة أو لحظة تهتم باشترائها هذا الاهتمام سيموّن ماذا؟ وينعش ويستفز الانتباه والالتفات والتلمّوح وسوف ترى هذه السيارة كأنك ترىها لأول مرة تغصّ وتزدحم بها الشوارع هذه مني؟ هذه مني؟ هذه مني؟ أنت من قبل لم ترها فالحقيقة لم تظهر فجأة الانتباه هو الذي أظهرها انتبهوا الخطاب السلطاني الخوّان المنكور يفشل في أن يستمع لما تقوله الآيات وتقوله بصوت زاعق وصادح مبين يفشل لا يستطيع لماذا؟ سبب أعمق في التعليل لأن هؤلاء السلطانيين أيها الإخوة عديموا الإحساس الإنساني تخريباً أكيد عندهم القليل منه بس القليل عديموا الإحساس بإخوتهم من بني الإنسان بمعاناة الآخرين بمرائر الآخرين بألاقيهم بمكاباداتهم بعذاباتهم بآناتهم بذلهم بوجوه حرمانهم عديموا الإحساس بمعنى أنهم لا يجدون عدم غضاغة هم أصلاً لا يلتفتون إلى أن في الأمر غضاغة أن يتحدثوا مئة ألف ساعة وأن يبيضوا مئة ألف صحيفة وورقة في الحديث عما ينبغي أن يقال عن عرش الرحمن وإيش استوى وفي كيفية ولا فيش كيفية والمذهب والآراء والشعوب والفضول والذيول التي غصت بها كتب الإسلاميين عبر الغرون في مسألة عرش الرحمن ولو كتبوا عشر معيشير ما كتبوه عن عرش الرحمن وكيف استوى أو في كيفية أو ما في كيفية وإيش معنا الاستواء فقط عن عرش السلطان شرطاً يكون ملكاً هذا السلطان قد يكون أميراً قد يكون رئيساً جمهورياً منتخباً لا يهم هنا لو كتبوا عشر معيشير ما كتبوه عن عرش الرحمن عن عرش السلطان وعن معنى السلطان والتصلق وكيف استوى هذا السلطان على عرشه ومعروف طبعاً كيف استوى ومعروف كفير مرة يأتي عن طريق الدم والوراثة من شيخته ومن طبقة معينة سبحان الله مكتوب علينا أن تحكمنا وأن تملكنا وأن تسلوسنا والويل كل الويل لو مسست هذا الجناب الأقدس الأعصم ولو من بعيد ولو بالحديث عن الفقه والخصاصة سيقول الناس عن مقاليل فك الله أسره أو رحمة الله على روح الطاهرة ستلقى حدفك أو يزج بك في غيابات السجون وما سوري الآن مننا ببعيد ويلح عن ناس حول حديث السؤال السورية أو المسألة السورية وعن حديث المؤامرات الداخلية والخارجية والاستعمار والصحيونية والصليبية وكل هذا هناك مجال الحديث فيه من الأطراف المختلفة إثباتاً ونفياً لكن ليس هذا هو محل النزاع محل النزاع ونقولها للمرة المئة أيها الإخوة محل النزاع بالأمس يتصل بأحدهم يقول لي صدقني يا شيخي ما سأل بش أن يصدقني بعضهم يحلف تحلف أولاد تحلف صدقتك كذبتك هذا لا يزيد ولا ينقص المسألة مش هكذا ليس هكذا تورد يا سعد الإبل ما هكذا تورد يا سعد الإبل صدقني بالله العظيم ليس هكذا انتبه يقول لي صدقني الشعب السوري يحب هذه السلطة يحب هذا النظام يحبه حقيقة كثير من الصعب أن أصدق تعرفون لماذا؟ ليس لي غرض أن أصدق أو لا أصدق أبداً يعلم الله يعلم الله أبداً وإنما أيها الإخوة أنا سأصدق لأنني عقلاً بشرياً بسيطاً جداً مش عقل مثقف عقل بشري عادي ستاندر أنا سأصدق أن الشعب يحب نظاماً يكرمه ولا يهينه يعطيه ولا يحرمه يعزه ولا يذله سأحترم نظاماً جاء بطرق شرعية وهو قابع بطرق شرعية هذا سأحترم وسأصدق أن الشعب أما أن تقول لي إن الشعب وإن المواطن يحب من يهينه ومن يذله ومن يرعبه ومن يفضع في حقه ومن يفزعه ومن 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 سأقول لك لست الكاذب هذا الذي يدعي محبة هذا النظام هو الكاذب المسكين والذي يحمله على الكاذب هو الخوف جرعات الخوف الزائدة التي شلت فيه حتى لا إمكانية أن يهمس بالحقيقة مع ضميره يكون ضميره يا أخواني يكون ضميره أنا أقول لكم الفقر كما الخوف وقد يكون الخوف أحد الأبناء غير الشرعيين أبناء الحرام للفقر الفقر هذا يلد أبناء كثيرة غير شرعيين لأن الفقر غير شرعي تسألت أمس مع نفسي لو أردت أن أوصف توصيفاً علمياً للفقر ما هو الفقر؟ فأنا نقول الظاهرة هذا توصيف واسع جداً مطاطي مطاطي جداً جداً كأنه لا يقول شيئاً انتبهوا هذه الظاهرة لا تقول شيئاً مع أنها كلمة دارجة في الأبحاث العلمية ظاهرة الفقر ظاهرة كذا ظاهرة هذا لا يأكل شيئاً توصيف أدق أعمق شوي ماذا نقول مصيبة؟ مصيبة الفقر؟ ليس المصيبة قرآنية المصيبة تقريباً التي يعني للقدر إسهام واضح فيها وللإنسان أيضاً إسهام لكن القدر يتدخل هنا هذه ليست مصيبة بلية كارثة ماذا نقول أحسن توصيف خطيئة الفقر انتهيت بين وبين نفسي إلى أن أسميه خطيئة ووصفه خطيئة الفقر وطبعاً بالحري وعدلاً وقسطاً الفقر ليس خطيئة الفقراء خطيئة ماذا؟ المجتمع وفي مثل الدول العالم ثالثية أيها الإخوة خطيئة النظم بالذات بدرجة أولى وبدرجة ثانية خطيئة النظام الاجتماعي النظام السياسي أولاً ثم النظام الاجتماعي ثاني خطيئة خطيئة والدليل أنها خطيئة ما صح عنه عليه الصلاة وأفضل السلام أيما أهل عرصة أيما أهلي عرصة أصبحوا فيهم أمرء جائع فقد بريئت منهم ذمة الله الله أكبر طبعاً هذا النص يكرهه فقهاء السلطان يكرهونه جداً جداً لا يحبونه من الصعب أن تسمعوا على المنابر انتبهوا وإذا سمعتموه مباشرةً يكرون عليه بتأويلات وتمحولات وتعلات ومجازات وتشبيهات واستعارات وكنايات تفرغه من مضمونه في النهاية يخرج الفقير المسكين بعزاء أخروي الجنة لك في الآخرة يا مسكين في الجيب لا يوجد شيء ليس في الجيب شيء الجنة لك في الآخرة أنت هناك لا شيء لك وبالعكس حسنة لك شيء طيب أنك محروف أفضل لك يا أخي لأن الإنسان يطغى الراه استغنى تريد أن تطغى تصبح طاغية هكذا يكذبون على الله يكذبون القرآن قال هذا القرآن يقول كلا إن الإنسان لا يطغى أن يستغنى لا لا وإين يا عدنان الله ما قال هذا صح الله ما قال هذا ماذا قال أرآه أرآه إذن موضوع طغيان الإنسان كتال من توالي النعمة والإفضال الرباني عليه ليس كذلك كما يصوى إنما هو تال ليس للنعمة للمنظور الخاطئ المنحرف المنظور الرعاه الفجن رؤيتك نذرتك استبصارك كيف ترى الأمور أنت هو يرى أن الله أغنىه لأنه أفضل من غيره وأكرم من غيره وقلبه حليب أبيض مثل جبن ما شاء الله ولأن الله أرد به اشطفاه كما اصطفى الأنبياء هكذا اشطفاه ما حضو اشطفاه يا أخي الفقراء جريمتهم أنهم فقراء هذه خطيئة لكن خطيئة الفقراء أما أنا الغني المتمول المثري الواجد فلأنني من جنس آخر قلبي على الأقل من نوع آخر قلبي ذهبي قلبي ذهبي قلوب الناس حديد صادئ نعم هكذا يقول لا كلا إن الإنسان لا يضغى أن رآه البلية من هذه الرؤية الخاطئة الله يقول من أين تتهدر الرؤية الخاطئة تعرفون من أين من كفر النعمة الآن اليوم سألت أهلي قتلها لو أن الله تبارك وتعالى أعطى بشرا نعمة ولتكن نعمة المال موله وأثّره مام عظيما ما هو المنظور الصحيح الذي ينبغي عليه أن يتسلح به في النظر إلى إلى هذه المسألة فكر طويلا أجدت بجوابات لم أقبلها إلى الأسف مصفيتها معي فقتلها لا المنظور الصحيح ليس إكراما ليس إهانة ليس كذا امتحان الله يفعل هذا امتحانا فقط هي كان تقول الله أعطانا أنه يحبني من قل لك هذا والله لو نعلم أنه يعطينا ويحبنا لما حتى التفتنا إلى هذا العطاء لا نريده خلص فقط تريد أن يحبنا لو نعلم أنه أعطانا قل هذا العطاء أو كثر وقليل منك يكفين ولكن قليلك لا يقل له قليل وهو يرضى عننا لأنه يرضى عننا لما عبأنا أبدا ولا بلين هذا العطاء ولا المعطي أبدا المعطى ولا هذا المعطى من أين لنا أن نعلم مالك بن دينار يقول هذا العابد الكبير الراهب هذا رضوان الله عليه يقول والله لو أددت أنه إذا جمح الناس يوم القيامة ينادي علي يا مالك بن دينار فأقول لبيك ربي فيقول أذنت لك أن تسجد بين يديه سجدا فأسجد بين يديه سجدا ثم يقول لي كنت رابا أعلم أنه رضي عني سمح لي أن أسجد بين جلاله سجدا بين يديه جلاله سجدا الرضا شيء عظيم جدا ورضوان من الله أكبر أكبر من الجنة وما في الجنة من أين لك أنه يرضى عنك هذا المنطق لا يتسلح به إلا الكفار الجحدة الناكبون عن سواء السبيل فأما الإنسان إذا مبتلاه ربه فأكرمه ونعم فيقول ربي أكرم بكرامة على الله أنا كريم على الله أنا مرضي محبوب وأما إذا مبتلاه فقدر ضيق وقتر فقدر عليه يقول ربي كلا الله يقول امتنعوا لا تفرغوا عن مثل هذا الفهم أبدا وعن مثل هذا المنطق هذا معنى كلا على فكرة كلا أداة ردع إياكم الله يقول إياكم وحذركم حذاري حذاري ثم حذاري ثم حذاري أن تفكروا على هذا النحو طبعا هذا التحذير ليس الكفار حتى للمؤمين المسلمين يقول الله أكرمني الله يحبني الله يرضى عني يعطاني إياك أن تفكر بهذا الطريق تهلك أنت الآن تسعى في إطلاف نفسك في تدمير مصغيرك كلا بل لا تكرمون نعرف الآن بعد أداة الإضراب هذه بل ما بعدها هو الصحيح وما قبلها ليس ليس صحيح ليس العطاء بالضرورة إكراما أو علامة كرامة العبد عند ربه وليس المنع علامة أو سمة إهانة ومقت أبدا طب ما هو الذي صار إليه المعنى الآن يقول كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحق لم نفهم لم نفهم ليس وابحا نحن نستطيع أن نفهم الإضراب كأن يقال فلان يزعم أنه يحبني وأنه وديدي وأنه صادق في نصحي كلا بل هو غاش لي ماقة لي منحرف عني مفهوم هذا الإضراب مفهوم فهمتم تأمّروا في كتاب الله دائمًا حاولوا أن تفهموا كتاب الله لا تخروا عليه صمًّا وعميًا أو عميانًا افهم قل ما سر الإضراب ما معنى كلا بل لا تكرمون لم نفهم والمعنى عميق جدًّا والذي لا حلي بفضل الله تبارك وتعالى ومنّه فأيّك صوابًا فله الفضل والمنّة وأيّك غير ذلك فمن نفسه من الشيطان والله بريء منه ورسوله أن سر هذا الإضراب أيها الإخوة يمكن أن نكثفه بجملة واحدة الله يقول كفركم بما أنعمت به عليكم بما أنعمت به عليكم وتبركم وتبرمكم وسخطكم لدى المنع ابتلاءً في الحالين حرمكم حُسن الفهم عنه حُسن الفهم لسر العطاء والمنع مني لم تفهموا هذا ولو فعلتم ولو قد فعلتم لفهمتم ما معنى هذا لو أنا العبد الذي أعطاه الله تبارك وتعالى استجاب لهذه النعمة بشكرها وَإِدْتَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَا إِنْ شَكَرْتُمْ لَا أَزِيدًا لَكُمْ فعزّاً أعلمكم بهذا ويريد مني أن أعلم هذا لَإِنْ شَكَرْتُمْ لَا أَزِيدًا لَكُمْ ما هذه اللام؟ هذه اللام القسم يقول وَعِزَّتي وَجَلَالِي وَمَجْدِي وَكِبْرِيَائِ في عَلْيَاءِ لَا أَزِيدًا لَكُمْ عجيب ويُقصم لا إله إلا هو يعلم ضعف اليقين البشري العظم الارتياب والشك وكلنا ذلك أي الضعيف وكلنا ذلك الضعيف إخواني وأخواتي يقول لَا أَزِيدًا لَكُمْ لَا إِنْ شَكَرْتُمْ والسرآي الآن ما هو الشكر؟ باختصار الشكر إخواني يكون بالقلب واللسان والجوارح يعني بالجنان واللسان والأركان وشكر كل نعمة لا يكون إلا من جنسها شكر نعمة الصحة كيف يكون؟ باستخدام هذه الآلات وهذا البدن في عبادة الله وأطاعته لا أسير بقدمي إلى ما يسخط الله لا أنظر بعيني إلى ما لا يرضي الله لا أبطش بيدي بغير أمر الله وشرعه وإذنه وسماحه هذا شكر نعمة الصحة أن لا يعصى الله بنعامه ومش فقط السالب أن لا يعصى بل أن يطاع أن لا يعصى بها ويطاع بها شكر نعمة العلم الله أعطاه علم وبدأها وحافظة وقوة ناقذة كيف يفعل؟ يلتزم بالحقيقة غضب الناس أم سخطوا لا يعنيه يلتزم بالحقيقة أمام ربي أولاً وأمام ضميره ثانياً وأمام من يتعلم منه أو يترقه العلم التزام بالحقيقة كما يعتقدها من غير دخول في محاسبات ومضاربات وأخماس وأزداس انتبهوا وأن يعمل بعلمه بعد أن يزكيه بالتعليم وعدم البخل به لا يبخل به والأهم أيضاً أن يعمل به هذا شكر نعمة العلم سيزداد علماً وفتوحاً سيزداد علماً ويسألونك كيف نتعلم كيف يفتع علينا سهل جداً جداً أشكر نعمة ما عندك من علم عندك علم قليل؟ أشكر هذه النعمة ستزداد علماً بإذن الله تعالى إذا رأيت عالماً يتراجع في علمه ولا يفتح عليه ويتعثر فاعلم أنه لا يشكر نعمة ما عنده من علم ذلك بأن الله لم يكن مغيّر النعمة أنعمها على قوم حتى يغيّروا ما بأنفسهم نعمة قال نحن دائماً نسمع إن الله لا يغيّر ما بقوم حتى يغيّر ما بأنفسهم المعنى الصحيح لها لا يغيّروا ما بهم من نعمة حتى يغيّروا ما عندهم من الشكر فيتحوّلوا إلى الكفر والجحود بالنعمة فهذا مؤذن بماذا؟ بحرمانهم من هذه النعمة في حديث الطبران في الكبير والأوسط بإسناد حسن الحديث مقبول إذا ذكره في صحيح الجامع قال عليه الصلاة وأفضل السلام إن لله أقواماً اختصهم بنعمه لمنافع العباد يقرهم فيها شوف تحبير عجيب ما أعظمك يا رسول الله والله لا يقول هذا إلا نبي والله لا يعبر هذا التحبير إلا نبي يقول يُقِرُّهم فيها لا يعني يُقِرُّهم النبي يقول الغنى إذاً هو ليس مجرد نعمة أو كرامة وظيفة وماذا هو وظيفة؟ اجتماعية كان على البشرية أن تنتظر زهاء أيها الإخوة ثلاثة عشر قرناً حتى يأتي مؤسس علم الإجتماع الأوروبي الحديث سوسيولوجي أوجست كونت الفرنسي ليقول الغنى وظيفة اجتماعية الغنى وظيفة اجتماعية ليس الغنى متاعاً وأترافاً أيها إخوة فردية مالي أكنزه أغرقه أحرقه أنا حر غير صحيح أبداً هذا المال في نهاية المطاف يعود إلى ماذا؟ إلى المجتمع مال الأمة ومال المجتمع وعال الغني أيها الإخوة أن يكون مرقوباً جيداً من المجتمع ومن قوى المجتمع الرسمية وغير الرسمية لنرى كيف يتصرف في هذا المال الطرح الإسلامي إذا احتاج الناس فلا مال لأحد عادي يمكن للدولة أن تصدر ما شاءت وأن تعيد التوزيع الفاروق عمر رضو الله تعالى عليه يقول في آخر حياته لكن القدر لم يمهله قدّس الله سره يقول لو أني استقبلت من أمري ما استدبرته لأخذت فضول أموال الأغنياء فرددتها على فقراء المهاجرين تفتيت الثروة سأعيد تفتيتها أدرك خطأه شوف طروق الملهم هذا صاحب السياسات العجيب المدجة في الحكم في السياسة والاقتصاد أيها الإخوة أدرك أنه أخطأ حين لم يسو بين الناس في العطايا رأى في آخر حياته أن هذه التفرقة والتمييز هذا يُعطى عشرة وهذا يُعطى ثلاثة سمحت بمراكمة ثروات هائلة عند بعض الناس فاتسعت الفروق الطبقية بين الناس أيها الله والمفروض في الطرح الإسلامي فقط هو المسموح السائغ أن تتسع نسبيا الدرجات في الطبقة الواحدة لا أن توجد طبقات تتسع بينها الفروق غير صحيح هذا هو الطرح الرأسمالي فالطرح الإسلامي درجات لا طبقات إن بقيت فضلت وقت سأوضح لكم هذا والفرق بين مفهوم الدرجة قرآنيا ومفهوم الطبقة في السياق الرأسمالي تاريخيا على أنه مفهوم بتطور جداً جداً وحيوي على كل حال فالفاروق عمر فحل هذا طبعاً يُدرك مقاصد الإسلام طبعاً نحن الآن ما زلنا في صلب حديثنا الفقر كيف يعتقل إمكانات الإنسان كيف يشوه شخصية الإنسان كيف يشل قدرات الإنسان كيف ينتقص أدمية الإنسان الإنسان الفقر أنا أقول لكم منقوص الآدمية إلا ما رحم ربي طبعاً منقوص الأدمية هذا المسكين نعم صاحب الضرورات المشتهلك في تأمير وإحراز الضرورات اليومية لو سألت أي مسلم عادي وأنا متأكد 99% لن يجيبه والآن سأطرح السؤال وفعلوا هذا خارج المسجر قل له من الفقير ومن الغني المتعلم تعليماً يعني فقياً مقوص يقول لك الغني الذي يملك النصاب لكن لن يفهم دلالة هذا الجواب له دلالة واسعة جداً جداً تعرف ما معنى أن الغني هو الذي يملك النصاب الرجل عنده كفاية سنة عنده ما يكفيه وأهله ومن يعول لسنة كاملة هذا هو كيف يعني سواء عنده بالجملة أو بالمفرق لكن هذا الرجل المكفي على مدى سنة كاملة لماذا؟ لأن النصاب بحذ ذاته لا يوجب ماذا؟ الزكاة وإنما مشروط بماذا؟ هذا السبب في رغوة أصول الفقه هذا السبب وهناك شرط وهناك شرط السبب يلزم من وجوده الوجود من عدمه العدم أما الشرط فيلزم من عدمه العدم لكن لا يلزم من وجوده لا عدم ولا وجود لذاته خارجاً أي حال كونه خارجاً عن حقيقة المشروط هذا هو الفهم الأصولي هذا شرط هذا شرط ما هو الشرط؟ حاولان الحول هذا شير يعني لذلك في الإسلام النظرية غير طبيعية هذا الذي يجعلني أميل بكل أريحية بكل ساعة صدر ومقبولية أيها الإخوة إلى القول الذي يذهب إلى سائغية إعطاء الفقير غنى سنة على الأقل ما تعطيه خمسين يورو؟ مئة يورو؟ لا أعطه ما يغنيه سنة كان الفاروق رضو الله عليه ماذا يقول؟ يقول أعطوا الفقراء حتى تغنوهم مش أعطاه هيك درائهم درهمات كذا لا أعطيه لكي يغنى ويغتني لزنة على الأقل حتى يصبح في الحد الأذنى من حدود ماذا؟ الغنى غنى سنة كفاية سنة وكان يقول رضواء الله تعالى عليها وأنا أقول للإخوة الذين عندهم تحفظات على سيدنا عمر من إخوانا الشيعة وغيرهم والله والله هذا الرجل لو درستمه بنزاهة وأتركوا خضية إمامه ونزاع من الإمام عليه السلام هذه خضايا كبيرة إن شاء الله وسنعود إليها تعود لله ولا بد أن تناقش وأن يفتح ملفاتها ولكن اقرأوا هذا الرجل كأنه يا سيد ليس من هذه الأمة كما تقرؤون سيد بيسمار ونابليون ويولوس قيصر وأنا أقول متعكدا من قولي ستعجبون به أشد الإعجاب لكن اقرأوا تاريخه لا تقرأوا فقط فصل النزاع كما يعرض في كتبكم بينه وبين الإمام عليه السلام بينه وبين آهل البيت لن تحبوه طبعا واضح بالطريقة هذه ليس هكذا تعرفون خطر لي اليوم وبأمس في الحقيقة خطر جديد وجميل جدا لماذا؟ لأنني أنا أفعل هذا حتى مع الماركسية ومع الوجودية ومع الإلحاج كل نظرية كل فكرة كل شيء أتعاطى معه وأقرأه أقرأه بروحية من يريد أن يتبنى نعم نعم لا من يريد أن ينقضه لا لا أبدا أفترض مبدأيا أنه قد يكون حقا وصوابا وأنه أحسن مما عندي ولذلك أدخل أيها الإخوة بحيدة كاملة وموضوعية غير متهم إلي نفسي بالانحياز أيها الإخوة لكن حين يفشل هذا الشيء أن يقنعني أعلم أنه فاشل وأستطيع أن أناضل وأن أجادل أيها الإخوة وأهله وأحسن من يدافع عنه وأثبت لأنه أنه فاشل لماذا؟ لأنني جربت أن أتبنى بصدق فلم يفلح أحكى وذلك ليس لك علاقة بالبحث ولا بالبحث عن الحقيقة ولن تفهم الحقيقة أسأل صعب جدا في نهاية المطاف الحق الذي هو الثابت حق الشيء إذا ثبت الحق الذي هو ثابت في ذاته سوف يفرض نفسه لكن بمثل هذه الموضوعية والجراءة والتجرد والنزاهة الكاملة والنزاهة الكاملة الفاروق أيها الإخوة أراد أن يفرض للناس كفاياتهم طبعا هو إلى آخر حياته كان يعطيهم العطاء الشهري ثم في آخر حياته قال لو أننا جمعنا هذا المال وأعطيناه للناس في كل سنة مرة لكان أبرك فهذا خطة أحسن أيضا أن تعطي الناس العطاء مرة واحدة في السنة يمكن لهم أن يفتحوا مشروعات أن يساهموا في مستمعات كبيرة أن ينعشوا أي أحوالهم أحسن أن تعطيهم أي مفرقا ثم تستهلك أولا بأول وأراد أن يفعل هذا رضوان والله تعالى عليم لكن في البداية رأي عقل عقل جبار في الإدارة والسياسة شيء عجيب هذا الرجل ومنته على هذه الأمة عظيمة والله منته والله عظيمة حقيقة لا نقول هذا تعصم أبدا لستم متعصمين فضل الله على سو جل الفاروق ماذا فعل كما يقول أبو عبيد في كتاب الأموال أراد أن يفرض للناس ما يكفيهم هذا الحد الأدنى من الكفاية كفاية البطن مثلا شهريا فماذا يفعل فأتى بثلاثين رجلا كل بساطة خطة بسيطة جدا لكنها المعية وغداهم وعشاهم فوجد ذلك يأتي في جريبين أو يأتي جريبين طيب جريبان في ثلاثين يأتي في النهاية تسعة عشر صاعا يسمى المدى فخرج وقف على المنبر وقال أيها الناس قد عزمت على أن أفرض لكل نفس مدى تسعة عشر صاعا ما الحنطة حنطة وقصطين ما الخل وقصطين من الزيت يقول الراوي وأخذ المدى بيده وأخذ القصط بالأخرى وحركهما قال هذا المدى وهذا القصط فمن انتقص شيئا منهما فعل الله به وفعل يريدنا الحكام من الحكام والمسؤولين والمديرين قال ممنوعا تنتقص من أقوات الناس هذا الحد الأدنى الكفاية إلى هذه الدرجات طبعا اليوم الناس يظنون عمر مجرد إنسان درويف صحابي يحفظ بعض الأحاديث والآيات ومعاهد ذرة يضرب ويبكي في الليل لا 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 رجل دولة رجل دولة حقيقي مهتم إلى أبعد الحدود بمسائل الضرورات والكفايات لا يلعب هذا الرجل لا يلعب بعض الناس يتساءل وهذا السؤال يثور دائما والآن خطر لي يقولون وسألني أحد الإخوة قبل ربما أسابيع زيرة قال كيف كيف يقول المولى تبارك وتعالى وفي السماء رزقكم وما توحدون يرزق من يشاء وما من دابة في الأرض إلا الله يرزقها والناس تموت بالألوف والحيوانات تنفق أيضا بالألوف كل يوم تقريبا كل يوم يموت خمسة وعشرون ألف طفل بتوالي الفقر بالأمراض والكوارث الناتج عن ماذا الناتج عن الفقر كل يوم خمسة وعشرين ألف يعني تقريبا كل كل أقل من أربعة أيام مثل زلزال هيتي ثمانمائة ألف في أقربنا أربعة أيام نكبة هيتي نكبة هيتي عشرات المليارات صحيح؟ جمعوا مليارات في شهر بحيث يكون لكل فردنا المنكوبين عشرة ألف دولار يوميا يموت خمسة وعشرون ألف من الأطفال لا أحد ينتبه إلا أنها بالمفرق وبالموزع أيها الإخوة لكن لا فرق بين أن تموت بجرعة سم واحدة أو تموت بالسم على خمسة أيام أربعة أيام أنت تموت في نهاية ستموت لكن هذا كذا يخضع الذهن البشر ذهن بشر بليد على فكرة إلى حد الماء كسول هو يريد من يستفزه لذلك هذا مسألة استفزاز الوعي بالنقد بالجسارة بالجراءة تكسر بعض المحرمات باختبار بعض المقررات والمقبولة والمفروضات لابد أن يعاد اختبارها حتى يتحرك هذا الذهن الكسول النعوم أيها الإخوة فنعود إلى موضوعنا نعود إلى موضوعنا لو قد اختبر العبد أيها الإخوة هذا المعياء القرآني فقابل نعمة الله بشكرها وشكر النعمة من جنسها فنعمة المال كيف تشكر؟ لا تشكر بكنزه ومراكمته وإعائه السد عليه في وعاء ثم تقول لك الحمد والشكر يا رب على نعمة المال وتبكي كشوعا يا بخيل يا بخيل يا مسيك أنت جاهد نعمة انتبه طهد نعمة يقول ايه بخيل أنا بخيل لكن الحمد لله المال موجود محرز أن أقول لك انتظر قارعة من قريب قارعة من رب العزة ليس من عندي الإمام علي ماذا يقول؟ الإمام علي يقول إن الله فرضع الأغنياء في أموالهم ما يكفي فقراءهم فإذا جاع فقراءهم أو عروا أو جهدوا فإنما هو بما منع الأغنياء وإن الله حق عليه أن يحاسبهم يوم القيامة قالوا أن يعذبهم لا ندري هل يريد يعذبهم في الدنيا وفي الآخرة أو يوم القيامة الأرجح تركها في النهاية في الدنيا أيضا قبل أي يوم القيامة في الدارين سيُعذبون وهذا هو الصحيح انتبه القارعة القارعة ليس في الآخرة في الدنيا قبل الآخرة لقوله تعالى لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ يُخْصِمْ يقول وَجَلَالِيْ سَأَزِيدُكُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَا إِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِيْ لَشَدِيدُ شوف عقلية ذرية كما يقال تفكيكية تفكك لا تستطيع أن تنظر نظرة شاملة بانورامية إلى الآيات هذه آية واضحة جدا جدا من سورة إبراهيم هكذا واضحة آية واحدة لماذا نفككها فالآن إذا أردنا أن نتساءل ما هو شكر النعمة عرفنا فرغنا منه ما هو كفر النعمة ما ليس بشكر كل من لم يشكر النعمة فقد ماذا فقد كفرها وكل من كفر النعمة فقد عرض نفسه لسخط الله وعذابه قال وَلَا إِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِيْ لَشَدِيدُ قال سأعذِّبكم بهذه الأموال نعم نعم سأعذِّبك نعم نعم سأبتليك في صحتك ربما أبتلي زوجتك أبتلي أطفالك ربما أذهب مالك أو شطره أو أكثر أو أقل في المتالف والمهالك سأجعل هذا المال مرارة وحسرة عليك في الدنيا قبل الآخرة فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذِّمهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم شيء عجيب في الدنيا لا تقول لي في الآخرة عذاب في الدنيا والآية واضحة والآية واضحة إن لم تكن شاكرا فأنت كافر للنعمة هذا ما للشاكر هذا ما للكافر لو أن العبد تعاطى مع نعم الله التي يبتلى بها هذا العبد وفق هذا المعيال القرآني لأحسن الفهم عن الله ولعلم بصيغة تجريبية يقول أنا أخذ هذه التجربة كلما أعطيت نمى وزاد مالي سبحان الله يا أخي عجيب مع أنني أعطي الكثير والجزيل لا أعطي القليل وفي المال حقهم سوى أي سوى الزكاة صحيح؟ بعض الناس من هؤلاء الأشحاء المسكين يقول لا يا حبيبي والله 2.5% صعبة جدا صعبة جدا بروح بحتال وبسأل الفقي هذا والمذهب هذا وكذا بنحاول نحتال على القصة يعني دينه نص كثير يا أخي دينه نص فعلا مش قليل ومش كثير جدا فس يكثير على الغني وقهير على الفقير فعلا يعني اللي عنده نفترض أي نفتر مثلا عشرة ألاف يورو كم حيطلع المسكين هذا ايه واللي عنده مليون يورو 25 ألف وقلت 25 ألف 25 ألف يورو ايه يا أخي ربيتي ايه وعندك ايه 2 مليون يورو اه اثنان مليونان 50 ألف يقول يا أخي الناس دكاثرة رئيسة ضباء يشتغل 12 شهر 8 زعاد يوميا مرتبه 2700 ما بحصلش الـ 5 ألف السنة أنا أعطيها ليه زكاة تعطيها زكاة المال هذا ليس مالك هذا هذا أنت مستخلف فيه آتوهم من مال الله الذي آتاكم ها الذي يجعلكم مستخلفين فيه يقول لك والله كثير يا أخي طب وعشر مليون عشر مليون بيتمو 50 ألف الله أكبر لذلك فعلا لو أن هذه الأمة على الأقل جدت في إخراج الزكوات ايه لما جاع فقير كما قال إيام علي نعم ولكن أحيانا حتى الزكوات لا تكفي فإذا كانت الزكوات لا تكفي ماذا؟ مصارف أخرى هات قال الله تعالى ليس البر كما يفهم اليوم كثيرا المسلمين ما هو البر؟ يحج كل سنة ويعتمي في كل رمضان وفي الصف الأول وطغي وكربطة وكذا أو بكاء ما شاء الله هو ما شاء الله محافظ في الصف الأول الله قال ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمبرد جاء مهتم بلي بالصلاة وفي الصف ليس هذا البر الله قال هذا من البر لكن ليس البر نريد جماع أو جمّاء البر ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآت المال على حبه الله يقول أهلم أنك تحبه أهلم القلب يتمزق حين تعطي المال لكن والله أنا أقول لكم في البداية بعد ذلك تصبح اللذة والسعادة والله العظيم في العطارة لأن الله يثيبك شيئا عظيما ليس من المال حتى لا من التقوى والفتوح والراحة الروحية أعطي أعطي أنفق بلال ولا تخشى من العرش لا لا قال وآت المال على حبه ذو القربة إلى أن قال والذكاة عجيب يعني تتحدث يا رب العالمين عن إيتاء المال على حبه وتتحدث عن إيتاء الزكاة قال آه في زكاة وفي إيتاء المال مقامان مختلفان معناها ليس الزكاة ولذلك في سنن ابن ماجة حين سؤال عي السلام يا رسول الله أفي المال حق سوى الزكاة قال نعم ليس فقط الزكاة لا في حقوق أخرى غير الزكاة الزكاة للحد الأدنى وفي غير الزكاة وخاصة إذا حقت الحاجة ودعت الضرورة فيه ثم تلا يقول الراوي ثم تلا ليس البر أن تولوا شوف الفهم النبوي في الآية النبي فهم منها ما من عنده كل سنة النبي هي فهم النبي في القرآن الكريم هاي من الآية شوف الاستنباض قال لك هذا هو الفقهة الأعظم رسول الله قال الآية بتقول هيك بتقول في ايه أقام الصلاة وآت الزكاة وقبل ايش قالت في نفس الآية بسوط البقرة وآت المال على حبه هذا شيء وبالآية ذاتها احتج عمر على أن في المال حقا سوى الزكاة وبالآية نفسها احتج الإمام طاووس والإمام عامر بن شرحيل الشعبي رحمة الله على الجميل ففي المال حق سوى الزكاة لأسف تضيق الوقت أقول قولي هذا وأستغفر الله هاي ولكم فاستغفروا الحمد لله الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته المباركين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مرة أيها الإخوة اقتبسنا من جان جاكروسو قولته العظيمة لا ينبغي أن يسمح لفريق من الناس أن يغتنوا إلى الحد الذي يتمكنون معه من شراء فريق آخر من الناس يشترون البشر هو لا يتحدث عن عبودية الأبدان أبداً يتحدث عن عبودية الآراء والألسنة والضمائر تبيع ضميرك تبيع ذمتك تبيع رأيك وصوتك تبيع كرمتك لغني من أجل أنه غني وأنت فقير جداً ولا ينبغي أن يسمح لفريق من الناس يقول جان جاكروسو أن يفتقروا إلى الحد الذي يضطرون معه وعنده أن يبيعوا أنفسهم للأغنياء يقول هذا التفاوث كارثة تؤذن تؤذن بمستقبل مليء بالغيوم والرجوم تؤذن بمستقبل مليء بالغيوم والرجوم للأمة تهدد الاستقرار والأمن الاجتماعي والسياسي من ورائه أيضاً أيها الإخوة طبعاً لا ينبغي لكن للأسف هذا ما يحصل في بلاد العرب والمسلمين بعض الناس لم يحب أن يلتقط أن سبباً من أعظم أسباب ثورات العرب هو هذا التفاوث أيها الإخوة الصارخ المجرم المنكور نعم بين طبقات مخملية كما يقال طبقات بسيطة جداً جداً كذا في العشرة في المائة ربما تمتلك كل شيء وبقية الشعب سائر الشعب لا يجد قوت يومه استمعت إلى برلماني بالأمس أحدهم بعث لي اللينك والله أبكي لي وأنا أتحدى من يسمع إلى هذا الرجل المسكين وأن لا يبكي أتحدى أن لا تبكي تحدى الزواء أي بضع دقائق وهدد أيها الإخوة بقتل أولادهم وطالب وهو برلماني قال إن لم تسنوا قوانين ترفع هذا الظلم تعمل لنا معاشنا ترفع مستوانا حتى نعيش بكرامة نحن وأبنعنا فسنوا قوانين بإعدامنا أعدمونا قال أقتلونا أرحم كلام مؤثر جداً لماذا يحصل هذا في بلاد العرب لماذا يحصل هذا في أقطارنا الفقه السلطان المخيم كما قلت لكم يتحدث عن عرش الرحمن ولا يتحدث مرة عن عرشه السلطان وأعوان السلطان وأعوان السلطان هو سبب البلاء سبب من أسباب البلاء سبب من أسباب البلاء المخيم علينا الضارب بأطنابه في بلادنا علينا أن نستبدل خطاباً آخر أيها الإخوة هذا الخطاب السلطاني الخوان الأثيم المنكور أيها الإخوة والله لا يمكن أن يتعمم أو يعمم العالم لو عمم سيقول لنا يا الشرق والغرب عودوا من حيث أتيتم لا حاجة لنا لا حاجة لنا بمثل هذا الخطاب ولا بمثل هذا الدين الذي يعبر عنه هذا الخطاب هذا دين المتخلفين هذا دين المستعبدين هذا دين المهانين المذلين يا إخواني الفقر مفضوح الفقر مفضوح الفقر يبين ويضح سريعا مهما تهندم الفقير وأحسن الامتشاط وفاح بالروائحي البارسية الباهضة فإنه سيضح بسرعة وقريبا ظل كامل واستكانة ظاهرة ومرارة طافحة واستعداد كبير للمساومة على ما لا ينبغي أن يدخل بورصة المساومة الضمير والرأي والشرف يساوم على كل شيء المسكين مهما تهندم ومنتشط كذلك واضح أنه فقير واضح أنه فقير وأختم حتى لا أطيل وقد أطلت والعذر منكم ومن كنا جميعا وجمعاوات إخواني هذا أبدى لي عن سبب جديد أيضا في سبب تناقض الشخصية المسلمة لماذا هي شخصية متشاكسة؟ متناقضة تمثلت في شكل علماء مشائخ وععاظ أدعياء صلاح أو في عامة وإخصائيين في مختلف الميادين هناك تناقض في هذه الشخصية فنأخذ واضح جدا طبعا من السهل انتقاطه في الشخصية المتدين لماذا؟ لأنها كثيرة الظهور إلى حد الثمالة في الفضائيات وفي المساجد وفي المنابع على الأقل أنتم تبتلون بناء مرة في الأسبوع يعني ما فيش فايدة لازم تشوفونا مرة وتسمعونا مرة وساعة كمان هيك الله عنكم فيظهر هذا تعرفون لماذا؟ سأشرح لكم هذا ببساطة ثم أمضي والله والله سمعتم بهرم مازلو أبرهام مازلو للحاجات للنيدس للحاجات الإنسانية فكرة حبقرية هل تسحرون الفكرة هذه؟ مع طبعا الطلاع على النقود الكثيرة التي سجلت بصددها لكن أساس الفكرة صحيح 100% وهذه الفكرة تجد أصلها في كتاب الله الذي كما قلت لكم يفشل الفقيه السلطاني في ماذا؟ في التنبه لهذه الإشارات الإلهية الزاعقة قال الله تعالى ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون إبراهيم يقول يا رب تريد من ذريتي وأبناء أن يعبدوك أن يشكروك ووفر لهم الضرورات إذا حرموا الضرورات لا تنتظر أن يعبدوك لا تنتظر أن يعبدوك لا معنى للعبادة أيها الإخوة للمحروم من ضرورته ما فيه ذهنه وعقله وروحه شاردة شكه في الله عظيم حتى شكه في الله كبير وين هو لك وين الرزاق؟ وأنا لم أجب السؤال لم أجب عن السؤال الجواب باختصار وما من دابة وما من دابة إلا على الله شكه في صيغة اسمية رزقها إلا على الله رزقها وفي السماء رزقكم وما تعدون فورب السماء والأرض إنه لحق من ثماء يقسم ذو الجلال الإكرام صيغة اسمية فالصيغة الفعلية يرزق من يشاء يرزق من يشاء مثل يعز من يشاء يذل من يشاء عليك كذلك إلى آخر هذه الأشياء ما معنى ذلك؟ لأن الله شاء بحكمته البارغ لا إله إلا هو شاء أن يفعل هذه الأشياء بأسباب فإذا أراد أن ينزع ملكا من ملكه كيف ينزعه؟ الشرط بالموت ينزعه بثورة كالثورات المباركة كثّر الله الثورات في بلاد العرب ولا يقال إن الله لم ينزعه الله نزعه بالشعوب صحيح؟ هذا هو الله رزقك بهذا وبي ورزقني بك أسباب هذه أسباب لذلك هنا يعت البلاء هنا أيها الإخوة فرصة للإبتلاء للإختبار الله يختبر بعضنا ببعض وإلا رزق العباد إنسهم وجنهم حيوانهم الأعجم أيها الإخوة وكائنهم العاقل كلهم مضمون على الله ومقدر في الأرض قبل خلق الخليقة قبل خلق البشر والإنس والجن وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام لذلك طاحت وفشلت نظرية إيه توماس مالتوس في القرن التاسع عشر أن الرزق لن يعود كافياً مع هذه الإزديادة المضطرد بمتواليهندسية للنسل كلام فارغ طاحت عملياً وتجريبياً أيها الإخوة الله كلامه هو الصحيح قدر في أقواتها هذا الفرق بين المقامين المقام الإسمي والمقام الفعلي المقام الإسمي فيه فشر بعضهم ببعض فالعتب ليس على الله الذي يقدر له إلا هو كفى وإنما على ماذا؟ على البشر الذين ابتلوا ففشلوا وحق على الله كما قال أبو الحسن عليه السلام أن يحاسبهم يوم القيامة وأن يعذبهم وأن يعذبهم وأضحي أخواني هذا الفرق بين هذا وهذا هذا الفرق بين هذا وهذا ولذلك أيها الإخوة علينا مرة أخرى للأسف والوقت علينا أن نستفز الوعي بطرح هذه الموضوعات مرة ومئة مرة وألف مرة باستمرار على أن هذا الطرح يقع ويمثل في صميم وقلب وجوهر الخطاب الدين هذا من الخطاب الديني هذه الإشارة فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم وآمنهم من خوف بما أنني أطعمتكم وآمنتكم بقي الآن ماذا؟ أن تعبدوا كأنه يقول ما لم تطعموا ما لم تأمنوا من الصعب أن تعبدوا من الصعب أن تطالبوا بالعبادة من الصعب أن تطالبوا بالعبادة لذلك يعجب الله تبارك وتعالى في كتابه من شأن قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله عجيب هل هذا الشأن؟ الشأن أن تعبدوا وأن تشكروا فأنتم كفرتم ولذلك حق أن تذوقوا لباس الجوع والخوف بما كنتم تصنعون بما كانوا يصنعون هذه الإشارات قرآنية عجيبة جدا 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 يفشأ الوعي السلطاني في التقاطها لأنه غير متنبه ماذا غير متنبه؟ لأنه غير مهتم أصلا لماذا هو غير مهتم؟ لأن إحساسه بالله خاب إحساس خاب باهة ضعيف كيف؟ لو أحسست أخي المؤمن لو أحسست أختي المؤمنة بالله تبارك وتعالى ما هو أعظم توالي ولوازم هذا الإحساس بالله؟ أعظم مظاهر ومجالي هذا الإحساس بالله؟ الإحساس بالرحمانية صحيح؟ الرحمانية واسعة كل شيء رحمة من أحس بالله حقا من يبدع أنه متدين وأنه رباني وأنه متعلّ أول ما ينبغي أن يطفح في جنبات نفسه إحساساً فيغضاً هو الإحساس الرحماني الإنفعال الرحموتي أيها الإخوة بالعباد ويبدأ يستشعر مرارات العباد ذل الناس مهانة الناس ويبكي عليهم ويعمل على رفع ماذا؟ هذه المهانات وهذه المرائر والألاقي بكل وسيلة اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما واهدنا لما اختلف فيهم الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نعوذ بك من شر فتنة الغنى ونعوذ بك من شر فتنة الفقر يا رب العالمين اغفر لنا ولوالدينا والمسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات بفضلك ورحمتك إنك سميع قريب مجيب الدعوات عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربة وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعيضكم لعلكم تذكرون وأقمى الصلاة